شباب معكوك عبدالرحمن وبدأ الفيديو جديد. في اليوم ده هحل مشكلتك انت بتجي تحت زر الكرومة بتلاقي لون اخضر على الدجن او على الشعر بتاع الراس. فالحال يصبح بسطة لشباب وهنحلو عن طريق تلات حلول. اول حال يكون منور الكرومة بشكل صحيح. اولا انت مش عرف تناور الكرومة بتاعك بشكل صحيح. هستطيقك رابط اس فاس في ديسكيبشن بيش ازاي تناور الكرومة باجال للمعداب. حال شباب عشان تقدر التقدم من العزل للمشكلة تخلي مسافة بينك وبين الكرومة تلاتة مترة واحد متر. والتالت حالة يا شباب لو انت عملت ده كل وقت وجهي مشكلة فهنستخدم فلتر في كليل مصدر. هنستخدم بال فقط يعني. هنستخدم فلتر يعيش للمشكلة دي اللي هو اللون الاخضر على الشعب. في بدون رجل كتير يا شباب نتوجه ليه. طيب شباب في البداية بنحامل بينامج في المصدر. لو انت ما عندكش بينامج بيقدرها قابل تحميل اسفوس في الديسكريبشن. بنفتح مشروع جديد جديد. بندوس على كيمة ستاشة فاصلة تسعة. تمام شباب? بعد كالشباب بنختار الصورة طبعا لازم بتختار الصورة اللي هتعمل لها عزل وتحط على الشخصية قبل ما تهازر كرومة. تمام? ودك بنختار اي صورة مسلا. كمسال الصورة دي. تمام? ابدأ لو هي صغيرة او انا مسلا عايز كبيرة. فبدوس على كده وكبيرة. مع كده اختار الفيديو بتاع كرومة اللي هناعمل له عزل. هدوس على كيمة الطبقة. ومنطبقة هدوس على كيمة القصائد. مع كده نتختار الفيديو. وليه يكون الفيديو ده. اجاب رصصورة من حجم الفيديو. تمام زي كده شباب. وليه يكون انا هبدأ من اول الفيديو ده. يعني اول لسه بحضر. فهأعمل له قص. اختار الفيديو كده. ادوس على كيمة مقص. تقسيم عند الاطار. بعد كده ادوس على الجزء اللي هان عايز ادوسه. بعد كده ادوس على كيمة حسف. وامارد الجزء في اول الفيديو. تمام? تمام. في زيادة عندي انا مش عايز انا عارف مسلا انا بحركة ده فين وفين. فانا عايز مسلا ادوس الزيادة دي كلها. ادوس على الفيديو. بعد كده ادوس على كيمة اكتصاص. وده يكون ذاك يا شباب. انا لما اعمل عملية اتعزل هوجب مشكلة ان فيه اللون الخضار وده اللي هنعجله. ندوس على الفيديو بعدها ندوس على كمية مفتاح الصفاء. بعدها ندوس على كمية التمكين. هنا تلقية بيختار لي اللون الرئيسي. طبعا لو اختار لك لون مختلف فانت بدوس عليك كلمة دي لون رئيسي وتختار لون كرومة بتاعتك. انا لون كرومة بتاعتي اغضر فاتح. تمام? انا دكعة والجزء اللي هو يعني شفية الشخصية. يعني كل ما ابط الكرومة او عزل الكرومة بلاجي الشخصية خفت معي. اللي تحت هنا مسؤولة عن عزل الكرومة. وليكن عزل الكرومة بشكل محترم. خيص. اكبر. لاجي فيه مشكلة شوية خضار بس بسيط يعني ما حدش ملاحظه. اللي هو حالي الودان. وانحل مشكلة دي ازاي يا شباب. هننوس على كمية الطبقة? ه дома الطبقة شباب بتدوسع كمية تأثير. وبسيط تأثير. هنleجي الخيار عندنا اللي هو عزل اللون. طبعا الخيار ده لو ما عندكش فهتلاقيه في المانجر. يعني انت بدوسع كمية الترجمة. وتخش على المانجر. طبعا مش متاصب العينترنتي. بس هتخش على المانجر واقيا دوسعaca كمية تأثيرات. هتلاقي اللي هو فلتر عزل اللون تدوس على كمية التنزيل. تمام? هتدوسعا كمية طبقة. تأثيرات. عزل اللون. وبعدا ندوس عليه. تمام? كده اتضاف معنا. هنكبل الافكت او التأثير ده بحجم المشروع او حجم الفيديو. تمام? وبعدا نجيب التأثير ده ندوس عليه مرة تاني. ونخليه يعني على الشخصية. بعد ما ندوسنا عليه هنزلنا على عددات. يعني او ندوس على الفلتر ندوس عليه. هنزلنا عداد ندوسها كمة العددات. وبعدا نخلي القيمة اللي هي من تحت نخليها قيمة واحد. تمام? والقيمة الفوق هنخليها زي ما هي بس هنغير اللون اللي هو الكارر بتاعها. هنخلي اللون اخضر بحيس يحوش للون اللي اخضر زيادة. وتدوس على علامة صح. كده عزل لي لون الاخضر. تمام? نشغل فيديو كده شباب كده تعمل العزل كويس. وطبعا كل ما تكون جودة الكاميرا يعني انا بصور من الموبايل اما لما انت ما تكون بتصور بكاميرا وضعها صفت بوكس اعلى. فبيديك جودة اعلى. تمام? وكده شباب يكون الفيديو بتاعنا خلص. وهي اهم هاجة لو عندك بعجلة ممكن ان تقدر تعمل فيديو. ما تقفش وما تقولش انا ما عنديش امكانات ولا احاجة. وكي شباب يكون الفيديو بتاعنا خلص. تعالي الفيديو اعمل لايك. واسبقى بكناه. واشير وستفيد. وفي الاخير شوك الله.